بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين امتحان إن شاء الله متوقع نمازج للصف الرابع الابتداء يكون اكتفور بالمواصفات الجديدة اللي قالتها الوزارة هنبدأ بسم الله تعالى السؤال الأول هو سؤال استماع وإحنا قلنا عشان نحل السؤال الاستماع ده لازم نقرأ الأسئلة الأول والحاول نفهمها وانترجمها على الوجه الصحيح فبيقول لي الأطفال بيحبوا يلعبوا ألعاب عشان يحتفلوا هنا بيقول لي في لعبة اللاعب بيجلس في مربع لعبة اللي هي يعملوا الطرد يعني بيعودوا مربع طبعا هم ما بيعودوش مربع ممكن تكون ديت غلط بيعودوا دوائر لو انتوا فاكرين اللاعبون بيدوا الهدية للعب الآخر في اللعبة دية يعني بيدوها للعب الاخير في اللعبة اللي هو بيفتح اخر غلاف اه ممكن تكون دي صح هنشوف اللاعب اللي هو بيفك اخر غلاف خاسر تعالوا نشوف بقى نص الاستماع ونشوف ايجابتنا هتكون ازاي بيقول لي الأطفال بيحبوا الألعاب علشان يحتفلوا يبقى القولة صح يبقى من القولة زي ما هي بيحبوا الألعاب يبقى نقول القولة ايه صحيحة التانية في لعبة بنلعباده في مربع هو بيقول لي اهو بيعودوا في دايرة ما بيعودوش فين في مربع يبقى دي غلط طيب اللاعب بيدي الهدية للعب اللي بيفتح اخر غلاف اهو يبقى دي صحيحة اللاعب اللي هو بيفك الغلاف بيبقى خاسر هو ايه اللي بيبقى فائز يبقى ايه فالس ده السؤال الاول السؤال التاني اللي هو السؤال الجديد اختيارات بيقول لي انت محتاج تستخدم كزا طبعا دي خدناها في الوحدة الاتناشر ان احنا بنستخدم اللي هي الايه اللي هي المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة اتسي سفر تو كروس زارود امان انك تعبر الطريق فين في السيارة الاسعاف ولا بسرعة ولا في الممر او الممشى بتاع الطريق ولا في الشجرة طبعا اكيد في الكروس ووك اللي هو ممر او ممشى الطريق نوعات صارة هنا ده عبارة عن تكوين سؤال واستخدم في زمن الماضي لان هنا بيقول لي الاسبوع الماضي فدي دليل على الماضي يبقى لازم اخد لان هي دليل الماضي بيقول انا عورت رجلي اه طالما عور رجله متعورة يبقى ده بالنسبة له ايه حاجة كويسة لا حاجة يعني مؤلمة بالنسبة له فيه قلم فيها تمام طيب السؤال الثالث عبارة عن نص يعني وفيه كلمات جوه الصندوق انت المفروض تاخد الكلمات دي وتكمل بيها النص نوها وريم كانوا بيتكلموا عن النيل نوها بتقول ان هنا يعني يجلب النيل بيجلب كزا لمصر بيجلب الطول ولا الفروع ولا الحياة ولا الامازون طبعا لايف يعني حياة فعشان كده هناخد كلمة لايف اللي هي حياة لايف لايف توا ايجيبت بيجلب الحياة لمصر طيب ريم قالت نهر النيل هو ايه بالنسبة لانهار العالم طبعا يعني اطول نهر في العالم بعدين قالت قالت فيه اتنين ايه نهر النيل احنا عارفين ان هو فيه اتنين ايه فيه ولدين فيه بنتين فيه اتنين ايه فرعين من فروع النيل نيجي بقى لسؤال التوصيل اللي في الاسفل سؤال التوصيل نيجي لسؤال التوصيل هاو من فروع يبقى فروع ايه فروع النيل يبقى هناخدها على طول مع فروع النيل هي نقط سحب سحب يعني صندوق معدني قديم الراجل اللي كان دفنه تحت الارض الجد ده طيب يولوك ده تعبير على بعضي اسم يولوك ابيت جرين تبدو ضعيفا او تبدو منهاكا بين عليك تعبان شوية عيد الفطر كمز بيجي امتى عيد الفطر طبعا افتر رمضان بيجي بعد ايه بعد عيد اه بعد شهر رمضان السؤال اللي بعد كده القطعة القطعة تبقى قطعة طويلة المفروض ان انا اقراها الاول وبعدين احاول اقل اقرأ الاسئلة واحلها هو طبعا جايب لي مجموعة من الاسئلة بيقول لي ريم والاسرة بتاعتها راحوا الشاطئ في ايه في الويك اند نهاية الاسبوع ولا في عيد الام ولا في شم النسيم ولا في يوم الاتنين طيب انا بقرأ الاسئلة الاولة هو ريم اتكلمت عن المشكلة فين في الشاطئ ولا في النادي ولا في المدرسة ولا في السينما طيب ريم عايشة فين طب ريم وصحابها عملوا ايه تعالوا نشوف بقى ونحاول نحل بيقول لي ايام ريم اي ليف ان اليكزاندريا يبقى اول اجابة بتاعت السؤال التالت اهو يعيش شايفين كلمة ليف دي ليه ها اجابتها اهي ليف ان اليكزاندريا تعيش في الاسكندرية اتس ويك اند اه دي اجابة السؤال الاول بقى في القطعة بيقول ريم اند هير فاميلي وانت تو زابيت شؤون راحوا فين بقى فو زا ويك اند لان ويك اندهي ويك اندهي مش يلاقي عيد الام ولا شام النسيم ولا ما نضيف القطعة طيب المهمة قالت اي وينت وينت طبعا الماضي من جو يعني يا زهب هنا الماضي منها زهبة بتقول انا زهبت الى الشاطئ انا زهبت الى الشاطئ راحت الشاطئ طيب حلو او بعدين بتقول وكنا زعلانين قوي لما روحنا الشاطئ ليه كانت زعلان البنت دية قالت بتقول والله احنا كنا زعلانين علشان شفنا زير وزارته في بلاستيك تراش كان في حاجات بلاستيكية زبالة يعني بلاستيكية موجودة هناك طب ماشي وايه الحل طيب انت شفت زبالة بلاستيك طب الحل ايه او ايه ماذا تأثير البلاستيك دي فبتقول بقى ان اه البيوت اللي هناك اللي جنب الشاطئ اتكلمت مع ماما وماما ادفايز مينها صحيتني ان انا اتكلم عن المشكلة في المدرسة يبقى دي اجابة التانية بقى كلمة بربلم اهي بربلم يعني مشكلة اللي هي دي بعدها يبقى اللي اجابة هنا هتبقى ايه يبقى ناولة هتبقى كده زي ما اتفقنا والتانية هتبقى تمام تالتة اين تعيش قلنا تعيش في الاسكندرية اللي هي دي اهو هي وصحابها بقى عملوا ايه على الشاطئ قال لي روحنا للشاطئ انا وصحابي جمعنا اول يبقى جمعوا اهو جمعوا كل ايه بقى دي ايه جابت رقم ايه اربعة جمعوا دي وبعدين ايه علشان يخلو الحيوانات البحرية تقدر تعمل ايه تقدر تعيش. تمام? طيب نيجي بعد كده. السؤال اللي بعد كده سؤال الترتيب. سؤال الترتيب بيقول لي ابدأ برانا وبعدين رانا فاعل يبقى لازم تيجي بعدها الفعل اللي هي ايه اكلت وشوكولاتة وكيك وشريحة يبقى رانا ايت اكلت اكلت شوكولات كيك اكلت شريحة من كيك الشوكولاتة. وفاعل يجي بعدها الفعل برضو احنا بنتبع طبعا لا في مصط يجب يبقى وي مصط فولو يجب ان نتبع اشارات المرور ومصط فولو احنا لازم نتبع اشارات المرور. بس بوسة طبعا از وجايب وسن سهلة دي بقى يبقى هنقول لبس بوسة از سن يعني ايه حلوة كده وخفيفة. علامات التركيم حرف تي في الاول وحط في الاخر لقطة. البراغراف بيقول لتكلم عن شام النسيم. وعايز من اربعة وعشرين كلمة. هقول له مسلا. شام النسيم. انا بحتفل بشام النسيم. مع الاسرة. بنروح عشان نلعب. بناكل بيض. بناكل فيش. بنروح الحديقة. بنشوف الورد. بنلعب هناك. يعني نقدر نقول كلام ايه? كلام كتير فيها. الامتحان التاني. نفس الكلام نص الاستماع. هنقرأ الاول نص الاستماع وبعدين نشوف. بيقول لي. يوما ما فر المدينة. زار الريف. بعدين آآ زار فر الريف في الحفرة بتاعته. زا كانتري ماوس فر الريف. كان متحمس خالص. واعطى صديقه فود طعام. ستي ماوس فر المدينة. عايز صاحبه بتاع فر الريف. ان هو يروح المدينة بكوز لان المدينة جميلة ومليونة بالاضواء. اول سؤال. ستي ماوس فر المدينة زار ايوة طبعا بتاع المدينة هو اللي راح زار بتاع الريف. يبقى دي صاحب. طيب. بتاع الريف كان زعلان. اول ما شاف صاحبه. اه دي هنقول له غلط. لا ما كانش زعلان. كان متحمس. كان فرحان وجايب ساد حزينة هي. بعدين زا كانتري ماوس فر المدينة جيب هس فريند فود. ادى صاحبه طعام. طبعا ايوة صح تمام. طب المدينة كانت جميلة ومليونة بالاضواء هنقول له برضو ايوة صح. طيب احنا محتاجين كريت نعمل ايه بقى علشان نخش على الموقع بتاع الانترنت. طبعا ويب سايت. ويب سايت موقع الانترنت دي بقى نعوز باسورد. باسورد اللي هو كلمة السر. طيب لو هتلعب كمبيوتر جيمس كتير. ايه نقط? ده صحي ولا عظيم ولا جيد ولا طبعا يعني غير صحي. الكلام ده غير صحي. ادم نقط مساقش عربيوته الاسبوع اللي فات. هو راح بالاوتوبيس. طب حلو. يبقى لان دي تعني الماضي. والماضي ياخد يبقى لازم اختار. وبين زا ويندو افتح الشباك. يعني حر جدا او حر اكتر من اللازم. نيجي بقى ليه سؤال النص. بيقول لاختي وانا مشينا للمدرسة لسبوع اللي فات. عبرنا الطريق. ازة بنمشي فين? في الكروس ووك. في الكروس ووك اللي هو ايه? اللي هو آآ ممر المشاة. شاب كده كان راكب موتور بايك موتسيكل وماشي بسرعة. فيل ده ونوقع. هي نقطة هزلج ايه عمل ايه في رجله? طبعا يعني ازة او عور رجله. الناس بقى اتصلت بمين? كل ده مين? اللي هي سيارة الاسعار. طيب. التوصيل. شوال بيجي امتى? بيبدأ امتى شوال? بيبدأ طبعا لما الناس تشوف الهلال. الهلال بتاع الشهر. ويبدأ العيد. كان فيه هدايا? الهدايا دي بقى? فين بقى? طبعا في الحفلة الزفاف اللي راحوها غلط بتاع اميرو نجوة. طيب في لعبة محتاجين مكان واسع علشان نلعب. طبعا ايوة محتاجين مكان واسع علشان نلعب. اه بس بوسا از طبعا يعني حاجة ايه? حاجة كده محلية خالص. طيب القطع بقى. مست بيبول معظم الناس بتحب الانهار? هنقرحنا لاسئلة الاول. البدو بيعيشوا فين? في مناطق ادور على ارياس دية. ماشي? طيب البدو بيبول هاف نقط هندور برضو. بيقول لي معظم الناس بيحب يعيشوا جنب النهر مسلا. آآ بس البدو بقى بيفضلوا انهم يعيشوا في الصحراء. ادي اول اجابة هي. ادي ارياس دي? اهي. ايه اللي قبلها? يبقى انا هنا هاختار اوبن. تمام? طيب البدوين بيبول الناس البدو هاف نقط كروز هندور برضو. بيأكلوا فول بقى ولمبس وبلح وديتس وخبز وبريد. والناس دايما بيشربوا لبن بتاعي الحيوانات وبيحبوا البقر والجمالة. البدو بيعيشوا بقى في خيمة. والخيمة دي بتبقى مصنوعة من شعر الحيوان او جلده يعني. البدو بقى ناس خاصين. عندهم ملابس جميلة. آآ تعالنا نشوف كده اهي. هي دي هي دي. صح? يبقى هناخد اللي قبلها اللي هي ايه يبقى هناخد بيوتفول. طيب هنا بقى ليه هم ناس كده خاصين? قال اهي. يبقى انا هكتب دي بقى زي هم عندهم ملابس جميلة اهي. ونايس سونجس واغاني حلو. طيب بيأكلوا ايه? ألاق هنا ايتها. شايفين يا بناء شايفين? ايتها هي يبقى من النقطة دي لحد النقطة اللي بعدها. بيأكلوا بقى تمام? طيب اسئلة الترتيب. بيقول لي ماي كزا وترانسوبرتيشن اللي هي المواصلات. وبلين الطيارة. واس وفافورت المفضل. يبقى انا هقول له ماي فافورت ترانسوبرتيشن. وسيلة المواصلات المفضلة. هي الايه? الطائرة. طيب. اه هنا يو انت يجي بعدها الفعل بقى. اه لا في كان يستطيع يبقى يو كان انت تستطيع باي تشتري كحك فرمق بكري من المغبز. يبقى يو كان باي كحك فرمق بكري تستطيع ان تشتريك كحك من الايه? من المغبز. يو تاني يبقى الفعل برضو وير انت بتلبس سيد بلت حزام الامان. اه في نيدي يحتاج يبقى انت تحتاجه ان تلبس. يبقى يو نيت تو وير انت تحتاجه ان تلبس سيد بلت حزام الامان. وطبعا هنا الكابتل والاخر نقطة. هنا بقى عن ست غماية نقول له مسلا يقدروا يستخبوا ورا الاشجار بيحاول يلاقيهم. اه اتني اتزا بلت بلت محتاج مكان واسع عشان نلعبها يعني. كده خلصنا بقى الامتحانات. قلونا اكملوا لو محتاجين نكمل بقى الامتحانات بالتوفير الامتحانات.